السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاجل موافقة المالية على الصرف على 2016 وإضافة 81 جنيه للأساسي للدرجة الثانية وصرف فروق بأصر رجع 24 ألف جنيه تعالوا نتعرف على باقي الدرجات الوظيفية الأحباب الكرام اليوم بنزف لحضراتكم خبر من المالية وهي موافقة المالية على الصرف على أساسي 2016 وإضافة 81 جنيه لأساسي الدرجة الثانية هنتعرف على باقية الدرجات والفروق من خلال الفيديو بس يريد تعمل لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة لمن لم يشترك وتفعيل الجرس بالضغط على كلمة كل ليصلكم إشعارات جديدة بكل ما هو جديد الأحباب الكرام كلامنا اليوم بالمستندات سواء كانت مستندات صرف أو عدم ممنع وتعديل أساسي وزيادة مرتبات وفروق مالية بأسراجة كل ده هنتعرف عليه من خلال مستندات الفيديو ومفردات مرتب ومبالغ منصرفة بأسراجة تصل 24 ألف جنيه والدرجة الوظيفية الثانية كل ده بالمستندات الأحباب الكرام معنا اليوم حكم قضائي من محكمة قناة تم صرفه على 2016 ترتب عليه فروق مالية لزميل على الدرجة الثانية مبلغ 23 ألف 114 ومعنا مستند الصرف وكمان تم إضافة 81 جنيه على أساسي كان 246 جنيه أصبح 327 جنيه ترتب على ذلك تعديل في البدلات والحوافز واليهود غير عادية والمكافآت وكافة المستحقات المالية عاد الحد الأدنى لعام 2019 وذلك لأنه حسب القانون أنه تم وضعه في خانة منفردة لا يتغير ولا ينشال منه كما نسمع من البعض الحافز العلمي أو التكميلي أو الحد الأدنى لا يتغير اليوم لازم تكون عارف أن الحكم القضائي لتعديل الأساسي يتلتب عليه الزيادات في كافة المستحقات المالية ولا يتم خصم أي شيء من الحافز التكميلي وقد جاءت فتوى من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم خصم أي شيء من الحافز التكميلي لأن الزيادة بحكم قضائي واجبة النفاذ الأحباب الكرام كلامنا موسق بالمستندات هنعرض لكم الحكم ونشوف حيثياته ثم منطوقه وخطاب عدم الممنعة من الصرف ووجوب التنفيذ ثم استمارة الصرف ثم مفردات مرتب الزمين أولا أمامكم حكم وزي منتم شايفين من محافظة قنة وجاء في حيثيات الحكم أن المذكور تقدم بدعوة قضائية يطالب فيها بتعديل الأساسي وكافة المستحقات المالية على أساس 2016 لا أساس 2014 تعالوا نشوف بقى منطوق الحكم بيقول إيه قابول الدعوة شكلا وفي الموضوع بحقية المذكور في صرف عناصر الأجر من حوافز وعلاوات وبدلات وجهود غير عادية ومكافآت مع الاستمرار في صرفها بعد 1-7-2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية طبعا الفروق المالية اللي ذكرناها لكم وهي 23114 جنيه وهو على الدرجة الثانية ما بالكم لو كان على الأولى أو العليا طبعا الأمر هي تغير تماما أمامكم دلوقتي خطاب عدم الممنع ووجوبية التنفيذ تنفيذ الحكم حسب ما جاء من القضاء بنعرض لحضراتكم استمارة الصرف اللي تمت أمامكم أهي والمبلغ اللي موجود واستمارة حية عشان الكل يكون متأكد من ذلك ثم شباه إيه اللي تم أمامكم الآن مفردات مرتب تم تعديل أمور كثيرة منها المرتب منها البدلات والحافظ كل اللي معمول عليه علامة صواب هو ده اللي تم تعديله من خلال أما الحد الأدنى وطبعا بيظل سابت بدون ما يتغير انتظرونا مع كل جديد هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر